هنشوف حالة تانية ونشوف برضو التخسيس يا ترى كان ليه دور في أمراض العزام أم لا وإزاي انتهت المشكلة دي ويا ترى هل كان هناك أعراض جانبية للتخسيس جوعنا وشنا الشحب شكلنا تغير سخوت شعر رجعنا للوزنة تاني خلينا نشوف هذه المداخلة ونحللها تاني من الناحية الطبية معا بعد الحاجة بوسعينة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أم تفضلي عامل ايه بخير وفضل من الله عز وجل ربنا يحفظك أهلا الحاجة بوسعينة من بحار أهلا وسهلا يا حاجة أنا جات لحضرتك والله وعظة نشكر حضرتك يعني ربنا يحفظك يا ربنا يحفظك حاجة بوسعينة والله الحمد لله كنت به يعني خساته وقدت ضغري وجاءني بقيت كويسة الحمد لله كان عند غضريف والحمد لله والشكر لله احنا كان عندنا غضروف في الفقرات القطنية حاجة بوسعينة ايه والله. اه كان بندل ايه بقى؟ ممكناش بنقدر نمشي ولا كان عامل معنا ايه؟ والله كنت اعمان وكنت بنصلي على الكرسي اكتر من عشر سنين. اكتر من عشر سنين اه. اه الحمد لله والشكر لله دلوقتي بنصلي وخسيت. بس عاوزا نسأل حضرتك على حاجة بقى مش عارفة ان اليومان دول بنزيد يعني تاني. اللي هي؟ بنزيد تاني في الوازن. طيب خلينا بسا هقول حضرتك حاضر بس خلينا عشان السادة المشاهدين يستفيدوا من المداخلة بتاعت حضرتك. اه. احنا كان بندل عشر سنين بنصلي على الكرسي. اه والله الحمد لله دلوقتي الحمد لله. طيب ما تيجي كده نقول للسادة المشاهدين احنا عملنا ايه؟ اه والله عملنا الحجامة. ايوة. وعملنا وخدت اعشاب وكان عندي كمان دهون على الكبد. ايه. والحمد لله رفت عملت عليها اشعة في العيد كده يعني. اه. وعملت عليها اشعة اليفيزيونية عشان نسل عزا نشوف الدهون ده ايه اخبارها لاني خدت برضه اعساب وكده. تمام. والحمد لله والدكتور كنت راحاله من سنة كده كان ايه اللي انت عندك دهون على الكبد فضيعا. اه. الحمد لله والشكر لله قال لي انا مش قل ليه والدامي دي مش انك اللي انا شوفها. مستداش نفسه يعني. والله يعني هو ما كانش ايه انا قلت له ده انا خسات عاوز انعرف ده ايه اللي حصل. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. الحمد لله والشكر لله والله يبارك لك والله. ربنا يحفظك يا حجة وسان. انا شي حاجة تانية كمان. اه. ان انا خدت لك المديرة بتاعتي في المدرسة. اه افتكرت حضرتك حجة وسان. اه اه او كنت عارفني يوم رحتلق. افتكرت حضرتك. والمديرة الحمد لله رب العالمين ما كنتش بتقدر طوف دلوقتي بتمشي كويس. الحمد لله كويسة الحمد لله وجيت لحضرتك مرتان. اه. وحتجي لك كمان اه تالت مرة يعني الاسبوع اللي جاي دي. ان شاء الله ان شاء الله. وحنبعت لك كمان تاني ناس كمان. ربنا يحفظك يا حجة بوسينا. يا ربنا يحفظك يا ربنا يجعلنا سبب. لله والشكر امين يا رب. لكن الحمد لله رب العالمين احنا كده عملنا عملنا شهرين حجامة. ناقص لنا شهر كمان. عملت ثلاث مرات لا عملت ثلاث مرات اربع مرات حجامة. انا عملت كلها بالكلام ده من اه. انا اللي هي دلوقت ثمان شهور. ما شاء الله. ما شاء الله. اه. انا من شهر واحد كنت عند حضرتك من شهر واحد. طيب تمام الحمد لله رب العالمين. ودلوقت يعني انا بطلت عملت ثلاثة وعملت المرة اللي هي التنشطية والحمد لله والشكر الله والله. ربنا يا رب يجعلنا سبب لكل خير ليكم يا حجة بوسينا. بص يا علشان ابقى برضو هجاوب حضرتك على حتة زيادة الوزن تاني دي يا تحاضر. اه 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 انا خلص ومش عارسة كده. لا لا هجاوب. لا لا هجاوب. حاضر يا حجة بوسينا. الله يكرمك. هجاوب حضرتك انا متشكر ليك جدا 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 جزاك الله خير عنه. والله ربنا يبرك فيك ويكرمك يا رب. ربنا يحفاظك يا فندم ربنا يحفاظك. استفضال يا ستي. الحجة بوسينا بتعاني من غضغريف مش غضروف غضغريف في الظهر. مكنتش بتقدر اه اه بتصلي عشر سنين على كرسي. طيب شوفنا الحالة. ابتدينا نحن نعمل او ميديكال افالويشن للحالة. التقييم الطبي للحالة اللي قدامي. عزرا. هل يترى اتعامل مع الغضروف القطني اللي موجود بالحجامة والعشاب فقط. وغمر عيني على الحاجات التانية اللي انا شايفها من الناحية الطبية. الوزن الزائد ودهون الكبد ما ينفعش. هل يترى ممكن ان انا اتعامل مثلا مع الوزن الزائد والغضريف واغمض عيني عن الدهون الكبد ما ينفعش. وهي دي الامانة الطبية اللي انا بتحدث دائما مع حضرتكم عليها. انا شفت الحالة قيمتها بابتدي اقعد مع المريض بتاعي واوصف له واشرح له احنا هنعمل ايه. واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة ولابد الالتزام بالست خطوات ديات ما ينفعش ان اشيل واحدة منهم. ما ينفعش ان اخد نص واحدة وانسيب النص التاني. لابد الالتزام بالخطة الطبية العلاجية. وقد كان مع الحجة بثينة. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت مشكلة الغضريف تماما. وبتصلي وهي وقفة بفضله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. نزلت في الوزن بطريقة كويسة جدا جدا. وبتقول ان هي ابتدت تزيد في الوزن. انا مش هغمض عناية ولا هقول لا احنا تنشها ما تتكلمش فيها. لا لازم هتكلم فيها لان دي نتيجة دهون الكبد اللي احنا شلناها. اتحسن الهضم جدا فابتدى الامتصاص للطعام يعني 80% او 90%. فابتدت الاكل الضعيف لا ابتدى يعني بالبلد بتاعنا يظهر عليه بقى. وبالتالي سهل التحكم فيها ان شاء الله سهل التحكم فيها ما فهاش مشكلة خلص. دهون الكبد كانت مشكلة عويسة جدا معها. ودايما بنهتم بالكبد ودايما بنسميه العضو الزهبي في الجسم. وبقول لحضراته دايما لا تستقي من الصحة الا بكبد صحي تماما. كان عندها دهون كبد فضيع جدا خدت الاعشاب دهون الكبد بفضل الله سبحانه وتعالى. خلال شهر انتهت المشكلة تماما. حابة نهاية تتأكد راحت للطبيب بتاعها اللي كانت عاملة عنده صنار فبيقول لها من سنة. وقال لها انت عندك دهون كبد فضيع فبيقول لها اللي قدامي دي مش انتي. انتي مش انتي يعني واحدة تانية. يعني شاف الفرق الشاسع فعلا بمعنى الكبد بمعنى الكلمة على الكبد. وبقول لها اللي قدامي دي مش انتي. كل الدهون انتهت تماما ابتدى الكبد الحمد لله رب العالمين يؤدي وظيفته تماما مئة في المائة. هل من الممكن ان زيادة الوزن تعمل اللخبطة دي كلها وتعمل المشاكل دي كلها والدوشة دي كلها. لا ده تعمل اكتر. احنا لو فتحنا في موضوع السمنة ومشاكله او السمنة وتوابعها. لا ده احنا عايزين حلقات وحلقات وحلقات. واحنا عملنا قبل كده هذا العنوان حلقات وحلقات وحلقات. بس هزبط لحضراتكم ان ممكن السمنة تعمل حاجة يعني انت نفسك ما تتخيلهاش. ترجمة نانسي قنقر